وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل ومساعد الأمين العام لحلف الناتو للشتون السياسية والأمنية أليخاندرو كونزاريس يبحثان بالجزائر الأمنة الإقليمية والمشاكل التي تواجه منطقة الشرق الأوسط عبر الطرفان بعيدا لقاع عن ارتياحهما لأعمال اللقاع والتي وصفها مساهل بأنها جد مفيدة فيما قال المسؤول بحلف الشمالي طلسي إنه اكتشف أن هناك الكثيرة لتعلمه من جهود الجزائر لاستقرار المنطقة وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية تأتي المباحثات التي أجراها رأس الدبلوماسية الجزائرية مع مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسيناتو في إطار ما تقول الجزائر إنه حوار قائم بينها وبين الحلف يأخذ صفة الحوار الدائم يقول الطرفان الجزائري والشمال الأطلسي إنهما قيم خلاله بشكل شامل العلاقات والتعاون بينهما معبرين عن جودته وعن تطلعهما لتنفيذ برنامج فردي للشراكة والتعاون وقعه عام 2014 يرمي الطرفان من وراء الحوار إلى مواجهة عديد الأزمات التي تشهدها المنطقة وإحلال السلام فيها واستعراض تجارب الجزائر على مستوى الداخل والمتعلقة باتخاذ عدة إجراءات بينها سن قانون أسمته قانون الرحمة وإطلاق عملية الوئام المدني التي انتهت بالمصالحة الوطنية وفق ما أدل به الوزير الجزائري بعيد لقائه بالمسؤول بالناتو وتعرف المنطقة المتوسطة موضوع نقاش الطرفين أزمات عديدة حيث تشهد ليبيا منذ أوائل العقد الحالي الطرابات المستمرة تنضاف إلى أزمتي الجماعات المسلحة في منطقة المغرب الإسلامي وأزمة الصحراء الغربية تعتبر الأزمة الليبية أهم الأزمات الثلاث حيث تمر ليبيا بمرحلة من تاريخها مشابهة لمرحلة مرت بها الجزائر مطلع على عقد الأخير من القرن الماضي وترتبط النسخة الليبية منهما بالهجرة غير الشرعية وصراع الساسة فيما بينهم تارة وصراعهم على الجماعة المتطرفة تارة أخرى وهو ما يرجح نيله نصيبا من نقاش الناتو والجزائر جزائر ترجمة نانسي قنقر